ازول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدون بلقائكم جميعا اينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة بداية شكر لكم على اللايكات على التعليقات على المشاركات بفضلي دعمكم للقناة القناة تنتشر اكثر واكثر مع العلم ان اكثر اعتقد من سنة والقناة يعني تعرضت لهجمات كثيرة جدا تبلغات كاذبة مما يجعل القناة لا تنتشر يعني تبقى محدودة جدا يعني نطاق انتشارها محدود فبالتالي تصل فقط الاشخاص المشتركين يعني الفيديوهات تصل لاشخاص المشتركين فقط وفي بعض الاحيان عندما يكون هناك تفاعل عن طريق اللايكات والمشاركات والتعليقات فالقناة يعني تتحسن قليلا وتنتشر الفيديوهات وتصل الى بضعة الاف الان في هذه الحلقة ان شاء الله كما قررتهم في عنوان سوف نتكلم عن تيتشيرز باي تيتشيرز طبعا عندنا نيتش حاليا تريند وانا شخصيا ابيع فيه بشكل جيد ليس فقط في تيتشير باي تيتشير ولكن حتى في ايتسي ولو ان فيه قيل والقال سوف نتكلم عن القيل والقال بعد قليل لا يهم المهم سوف اشارك معكم ايضا منصة خرافية لاخذ الافكار واستلهام الافكار يعني اعرف ان الكثير منكم حسب الرسائل التي تصلوني انكم تجدون في بعض الاحيان صعوبة في ايجاد افكار او دعونا نقول نيتشات للاشتغال عليها يعني تريد الاشتغال تفتح كانفا تفتح الذكاء الاصطناعي ولكن ماذا سوف تعمل ما الذي سوف تشتغل عليه ما هي الافكار الافكار لا توجد اذا هذا هو الحل ان شاء الله في هذه الحلقة موقع رهيب سوف يختصر عليكم الكثير من الوقت اذا على بركة الله اول شيء سوف نقوم بالدخول الى المنصة وشاركوا معكم بداية نيتش الذي هو تريند حاليا الذي يحقق مبيعات كثيرة جدا اذا بكل بساطة فقط لكي نعرف التريند الموجود نضغطها كذا في السيرش مرة واحدة ثم ننتظر سوف يعطيني هنا مجموعة من التريندات حتى اذا قرأتم هنا popular now يعني المو المشهور او الاكثر الشعبية الآن طبعا سوف تلاحظون هذه العبارة easter طبعا الآن سوف تقولون عن ماذا يتكلم هذا الشرص ما معنى easter بكل بساطة هذا easter هذا هو عيد موجود في الكثير من الدول طبعا United States ليست استثناء موجود كذلك في United States هذا عيد ديني مسيحي طبعا هناك الآن سوف ينقسم هناك من سوف يشتغل على هذا النيتش وهناك من لن يشتغل عليه بحجة انه حرام انا في رأيي شخصي انه لا يوجد اي مشكل في الاشتغال على هذا النيتش حتى لو كان عيد مسيحي فلا يوجد اي مشكل نهائيا ومطلقا سوف تقول لي العقيدة وسوف تعتقد ما يعتقدون اقول لك لا انا لن اعتقد ما يعتقدون ولا اعتقد ما يعتقدون ان فقط انا الان في بيزنس انا الان في بيزنس اريد الربح هذا هو فقط وانتهى ليس هناك اي علاقة دينية ليست اندي اي علاقة دينية مع الموضوع يعني هذا الطرح او هذا النيتش يعني استر ليس اندي معه اي علاقة دينية العلاقة الوحيدة التي تجمعوني معه هو البيزنس اريد البيع اريد تصميم منتجات عليها طلب هؤلاء سوف يشترون انا سوف اربح نقطة انتهى يعني ليس هناك لا حمول ثقافية ولا فكرية ولا دينية ولا اي شيء لكي اعطيكم مثال اخر او لكي اثبت لكم ان هناك طلب كبير جدا دعونا نأخذ مثلا على سبيل المثال استر اكتيفتيز يكفي النظر الى عدد الريزولت عندي مئتان وتسعون الف مع العلم ان هذا طبعا العام جنرال دائما انا ابحث اذا لاحظت في الكلمة العامة المفتاحية ولكن طبعا الحل يبقى او ما هو الذي يجب عليك القيام به بكل بسطة هو التشاعب واختيار النيتشات فرعية والامر سهل شرحت لكم في اكثر من مرة كيفية القيام بذلك طبعا متى سوف يكون سوف يكون في الواحد والثلاثون من مارس يعني الوقت متأخر لمن اعرض الاشتغال فليشتغل في اقرب وقت ممكن الان دعونا ننتقل الى المنصة التي قلت لكم انه سوف تستطيعون من خلالها استخراج يعني نشات كثيرة جدا وافكار عظيمة اذا المنصة سوف ترك لكم في صندوق الوصف تقومون بالتسجيل فيها حساب تقومون بعمل تسجيل حساب بشكل مجاني طبعا با ديفولت سوف تظهر لكم باللغة العربية نحن لا نريد اللغة العربية انتم قوموا بجعلها باللغة الفرنسية عفوا باللغة الانجليزية اذا الطريقة كالتالي تذهب الى هنا يعني هذه الكرة الارضية ثم تقوم باختيار language and country وتقوم باختيار طبعا يونيتل ستيت وتقوم باختيار الدولار في الثمن ولكي تظهر لنا النتائج الخاصة باليونيتل ستيت لان هذه المنصة على حسب ما فهمت انها منصة تحاول العمل على العالمية يعني تعطيك موارد خاصة باي دولة تغطر على بلك ولو كانت عربية فبالتالي نحن ما يهم هنا هي الموارد يعني الخاصة باليونيتل ستيت اليونيتل كينجدوم الاخرى فبالتالي نقوم بتغيير المكان يدويا من هنا تمام اذا اولا وقبل كل شيء اريد ان اعرف الترندات الموجودة على هذه المنصة لان في بعض احيان هذه المنصة تسبق تيتشر باي تيتشر لماذا؟ لان هذه المنصة اكثر عموما واكثر شمولية فبالتالي في بعض الاحيان الترندات هنا على هذه المنصة تسبق منصة تيتشر باي تيتشرز اذا استعدوا من هنا اذا دعونا نرى الترندات الموجودة عليها بنفس الطريقة نذهب الى محرك البحث هنا في الاعلى نضغط مرة واحدة وننتظر اذا هذه الترندات الموجودة طبعا هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل ايستر اكتيفيتز ايديومس هذا لا اعرف ما معناه ارت لسون بلان هذا معروف فيلم هذه معروف ما معناها هذه لا اعرف صراحة سبانيش ووركشيت ربما هناك لا ادري سوف اتأكد من الامر لا ربما يكون هذا نيتش جيد يعني ان هناك خصاص مثلا في الموارد التعليمية الاسبانية سولار اكليمس الذي تكلمنا عنه وهي الخسوف سبينغ لا ادري صراحة كوبينغ سكيلز هذه ايضا لا ادري المهم انني قد تأكدت بالفعل ان ايستر موجودة يعني هناك ترند حاليا خاص بإيستر يعني مناسبة ايفنت او يعني كرنفال او كذا المهم الان ماذا يسوف افعله طبعا هنا اذا لاحظت جيدا هناك الاقسام يعني عندنا مثلا هذا النوع كلاس روم ماناجر اعتقد خاص ب من سفر الى ثلاثة سنوات ثم عندي هذا ايضا معروف طبعا هنا عندي اذا لاحظت المواد الى اخره ثم المستوى الاول فرست جراد سيجند جراد ثم ثيرت جراد الى اخره وطبعا دائما موجود يعني يعني موجودة دائما يعني المواد وكل مادة وطحتها ما يهمها مثلا الماط فيه كل هذه الانواع ماط جيمز جيوميتري فراكشنز الى اخره الان سوف اقوم بالاعتماد على ما يسمى بهذا الخيار هنا نيو نيويست ريسورس يعني اخر يعني ما تم ما نشره اذا هذه كلها طرق سوف اريكم اياها لكي تعرفوا بالضبط كيفية يعني الاستعداد او كيفية يعني اخذ الافكار اذا هنا مثلا سوف اضعها لي فقط اخر ما تم ما نشره اذا انظر اذا اخر ما تم ما نشره هو خاص بالمناسبة التي تتكلم لنا نيويكم عبريل هذا خاص بشهر عبريل هذا ايضا مهم جدا كنت قد تكلمت عنها اعتقد في حلقة ما لانه في هناك من هو مهتم للغاية بالاشهر يعني كل شهر يذع له موارده الخاصة موارد تعليمية خاصة بالاطفال دعونا نرى شيء ما اذا نفس الشيء اذا بنفس الطريقة الآن يمكننا ايضا الحصول على بعض الموارد المجانية ليس الاستعمالها تجاريا ولكن لمعرفة كيف يتم تصموها واخذ افكار مجانا اذا الطريقة كالتالي هنا نضغط على USA بهذا الشكل نقوم بالنزول للأسفل سوف نجد هنا مجموعة من يعني الموارد مجانا اذا لاحظت free هذه مجانا هذا الموارد مجاني يمكنني عمله download بهذا الشكل لكي ارى كيف الناس تعمل كيف يتم صناعة هذه ال digital product اذا هنا يمكنني اخذ فكرة واضحة جيد جدا هكذا تكون افكار لكي تستطيع انت يعني صناعة مثلها ويمكنك تقليدها لا اقول نسخ ولسخ ولكن تقليد يعني تدخل في مجال او في يعني training وفي نفس الوقت انت يعني تقوم بانتاج رائع جدا اذا هذه المنصة في هذه الحلقة شرحتها لكم على سبيل يعني اخذ من الافكار ولكن انا اعيد لها حلقة خاصة كاملة متكاملة حول كيفية الربح من هذه المنصة نفسها اذا الطرافيق الموجود فيها جيد جدا فيها تقريبا مليونين وسبعون او سبعمائة الف يعني زيارة شهريا خمسة وخمسون في المئة من الترافيق يعني من اليونيتد ستيتس ثم ثلاثة في المئة من كينغدوم طبعا اذا لاحظت هنا الجزائر في المرتبة التالية تتصدران في الترافيق لان هم يعملون على المنصة اذا المنصة رائعة جدا هناك ترافيق يعمل عليها طبعا من الجيريا ثم ايضا هناك اذا لاحظت قطر ايضا هي موجودة لماذا قطر موجودة بكل بساطة لان كما قلت لكم في المقدمة المنصة تعتمد على اللغات كثيرا وحتى اللغة العربية موجودة هنا موارد كثيرة جدا باللغة العربية وبعضها اجنبية تحول للغة العربية اوتوماتيكيا خاصة تلك الخاصة بكتب التروين فبالتالي ترافيق عربي اذا كان مهتم بالشراء وقوي ورده قدر الشراء مثل قطر مثلا فهنا طبعا سوف يشترون من المنصة بدون اي اشكال لان في النهاية هو ديشتر بروداكت ويفي بالغرض يعني نفس ما يتم تعليمه في الغرب ايضا يتم تعليمه هنا في الشرق شكرا لكم على حسن المشاهدة وما يزال عندنا حلقات حول الموضوع لنعودة مع الموضوع اتمنى لكم جميع التوفيق ولا تنسونا بصالح الدواء ودعم القناة للاستمرار وإلى اللقاء